السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 13 من الفصل الثاني هنتكلم عن السكندري بوند السكندري بوند في الحقيقة عندنا ثلاث أنواع إما دايبول دايبول بوندس أو فاندرفال بوندس أو هيدروجين بوندس نوع الأولاني اللي هو دايبول بوندس دي بتحصل في الحقيقة إزاي When the bond between atoms is neither perfectly ionic or perfectly covalent Shared electrons are located closer to more electronegative atoms دي بتحصل في الحقيقة لما يكون ما عنديش ionic bond تم متم أو حتى covalent bond كاملة ممكن تتم لكن ممكن فيكون في شيرينج من الإلكترونس فطالما في شيرينج من الإلكترونس وعندي بيميلوا إلى الإلكترونيجاتيف دي أكتر فبصة ألاقي عندي بيحصل بيعمل This symmetric distribution of electrons makes the bond polar and molecular has a dipole moment فبصة ألاقي أن يحصل توزيع من الإلكترونات غير منتظم فيؤدي إلى قطبية أبصة ألاقي عندي في قطبية تحصل أو في القبيل bond polar and molecules وده بيحصل فيديني dipole moment طيب بعد كده example in hydrogen as the HCl حامد الhydrochloric for example the more electronegativity calories atoms has a partially negative charge ما ينزلت فبنقول إن إحنا في حامد الhydrochloric أنا عندي الكالورين أو الكلور بيبقى more electronegativity عنده قابلية كبيرة أو الاكتساب الإلكترونات فبيديني جزئيا minus delta and the hydrogen atoms has a partially positive delta positive delta يعني للشر يعني بيبقى برضو عندي الhydrogen بيبقى مالو بيبقى positively high يعني partially positive عفوا partially positive طبع عندي partially positive وعندي partially negative بصلا عندي يحصل بينهم دايبول دايبول بوند زي ما إحنا شفنا يبقى the partially charged ends of such molecule يبقى نهايات هذه اللي تشارج بتاعة الملكيول تعمل attraction مع بعضهم and of the other molecule this bond are called دايبول دايبول بوند ترجمة نانسي قنقر